نرحب بحضراتكم من جديد وخلينا دلوقتي نطمنكم على حالة التقص بالتفصيل هيئة الأرصاد بتتوقع أنه النهاردة التقص هيكون شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء حار على السواحل الشمالية أما بالليل الجو هيكون معتدل على أغلب الأنحاء مائل للحرارة على جنوب سينة وجنوب البلاد وفي نشاط رياح على مناطق متفرقة على قاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة على جنوب سينة وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد خلينا نعرف تفاصيل أكتر عن الجو النهاردة من دكتر محمود القياتي عضو المركز الأعلامي بهيئة الأرصاد الجوية صباح الخير على حضرتك دكتر كل سنة وحضرتك طيب ولو تطمن على حالة الجو النهاردة صباح الخير على حضرتك أستاذ جمانا وعلى كل السادة المشاهدين وكل عام وحضرتكم دائما طيبين وكير يمكن إحنا من يوم الأحد يعني أول أيام عيد الأطحى المبارك بالفعل بدأنا نحس بشيء من التحسن في الأحوال الجوية بعد زروة موجة شديدة الحرارة كنا شاهدنا فيها ارتفاع كبير في درجات الحرارة وصلت لقيم 43 درجة مئوية بالنسبة للقاهرة ووصلت بالفعل 48 على جنوب الصعيد لكن من يوم الأحد بدأت تنخفض درجات الحرارة بشكل تدريج وبدأ كل يوم يكون درجات الحرارة فيها أقل من اليوم إلا قبله يمكن بالأمس سجلت درجات الحرارة على القاهرة في حدود 36 ل37 درجة كانت برضو درجات الحرارة أقل من القاهرة الكبرى لكن محافظات جنوب الصعيد لازالت تحافظ على درجات حرارة مرتفعة بشكل كبير جنوب الصعيد درجات الحرارة فيه في حدود 46 درجة مئوية لو تكلمنا عن اليوم تحديدا هتكون فيها درجات الحرارة مشابهة للأمس بشكل كبير متوقع العظمة اليوم على القاهرة في حدود 37 درجة مئوية يعني درجات الحرارة تعتبر أعلى من المعدلات الطبيعية لكن بمعدلات طفيفة وبالتأكيد بيظل معها الطقس شديد الحرارة على أغلب المناطق الداخلية للجمهورية خاصة خلال فترات الظهيرة بنتكلم عن القاهرة الكبرى الوجه البحري ومدن القناة وأيضا محافظات شمال وجنوب الصعيد وأيضا جنوب سيناء معدى السواحل الشمالية درجات الحرارة عليها بتكون منخفضة بشكل ملحوظ عن باقي مناطق الجمهورية بتكون عليها درجات الحرارة تفدود 30 درجة مئوية لكن في المقابل طبعا نسب الرطوبة على السواحل الشمالية تعتبر هي الأعلى مقارنة بباقي مناطق الجمهورية نسب الرطوبة زي ما احنا عارفين بتزود إحساسنا شوية بإرتفاع درجات الحرارة الفترة الحالية بالتأكيد بدأنا نحس بإرتفاع نسب الرطوبة خاصة على المناطق الداخلية كمان بالإضافة للسواحل الشمالية خاصة خلال ساعات الليل وده بيخل درجات الحرارة بالليل وإن كانت معتدلة بشكل كبير يعني القيارة بتسجل بالليل درجات حرارة في حدود 24 درجة مئوية والسواحل الشمالية بتوصل لـ 20 و 22 درجة لكن بالفعل خلال ساعات الليل بنحس بحالة من الدفع نسبيا على العديد من مناطق الجمهورية ده بسبب ارتفاع نسب الرطوبة الخارج بتشير أنه على مدار الأيام القادمة بنتكلم لمدة أسبوع تقريبا حتى بدايات الأسبوع المقبل هيكون فيه درجات حرارة مشابهة لهذه الأيام أو ربما أعلى بكمان بمعدل درجة الدرجتين ده هيكون راجع نتيجة سيطرة المنخفض المشهورة والمنخفض العملاق وهو منخفض الهند الموسمي وده بيعتبر هو الكتلة الرئيسية اللي بتأثر علينا خلال فصل الصيف وخلال الفترة الحالية منخفض الهند الموسمي يدعبار عن منخفض دوي كبير وعملاق بيأثر على جزء كبير من العالم العربي كتلة الهوائية بتكون شديدة الحرارة بتمر على صحراء شبه البجيرة العربية ومنها للبحر المتوسط وبعد كده بتبدأ تغير مصارها علشان تدخل إلى داخل الأراضي المصرية بتكون درجات حارتها بالتأكيد أقل من درجات الحرارة اللي بيتم تسجيلها على بلاد شبه الجزيرة العربية لكن في المقابل بيكون محمل بشكل أكبر أو مشبع بنسب الرطوبة بالإضافة هيكون عندنا امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا المنخفض ده يمكن بيعمل على تنطيف الأجواء شوية وخلى درجات الحرارة هي اللي توصل ل37 بدل ما تبقى أعلى من كده وبالتأكيد مع المنخفض الجوي اللي موجود في الطبقات العليا ده بيكون في بعض السحب الخفيفة بيلاحظها سكان السواحل الشمالية للجمهورية وبعض محافظات الوجه البحري خاصة خلال ساعات الصباح يمكن بتعمل على تنطيف الأجواء شوية بوجه عام ما فيش تغيير جوهري على درجات الحرارة حتى بدايات الأسبوع المقبل هو فقط يمكن ارتفاع عن اليوم بمعدل درجة وتركتين وبالتالي بتظل درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية وكمان خلال ساعات الليل على بداية الأسبوع المقبل هترتفع درجات الحرارة بالليل عن الأيام الحالية بمعدل درجتين تقريبا بيكون فيه كمان معانا نشاط نسبي للرياح مش نشاط قوي هو نشاط نسبي سرعاته تتراوحنا بين الثلاثين لخمسة وثلاثين كيلومتر على الساعة ومش بيكون مستمر معانا طول اليوم ومش على كل المناطق وبالتالي هو على مناطق متفرقة وعلى فترات متقطعة يمكن بيساعد شوية على تنطيف الأجواء خاصة على مناطق من سواحلنا الشمالية ربما أيضا في بعض الأحيان مناطق من القاهرة الكبرى مناطق الموجودة على شواطئ البحر الأحمر كمان يمكن اليوم تحديدا في بعض الاضطراب النسبي على مناطق من البحر الأحمر بتصل معها قفاعات الأمواج لحوالي 2.5 متر وبالتالي بتخلي بعض مناطق من البحر الأحمر غير مؤهلة بالنسبة للمستقيم بالنسبة لمسألة السباحة لكن بيكون طبعا البحر الأحمر مؤهل تماما لكافة أعمال الصيد والملاحة أمام حركة السكن والمركب يعني هي أجواء تعتبر صيفية معتادة خلال التوقيت ده من العام وإن كانت فيها درجات الحرارة أعلى من المعدل معدل درجة درجتين تقريبا يعني احنا بالنسبة لنا دكتور 37 درجة ده دلوقتي بقى يعني شيء لطيف بالنسبة للدرجات الحرارة الأيام اللي فاتت لكن حضرك ذكرت أنه فيه نسبة رطوبة عالية بعض الشيء وزي ما حضرك يعرف احنا دلوقتي يعني أسبوع أجازة مكمل لسه لغاية يوم السبت اللي جاي فأكيد فيه ناس كتير أو يتبقى موجودة على طرق الصفر منها مثلا الطرق الزراعية أو حتى الصحراوية هل نسبة الرطوبة دي ليه علاقة بالشبورة؟ يعني المفروض لو حد هيسافر ياخد باله من أوقات معينة؟ هو حتى لو وجدت شبورة على بعض الطرق المؤدية من وإلى الجزء الشمالي من الجمهورية سواء السواحل الشمالية أو محافظات إبدلتا إن وجدت شبورة هتكون شبورة مائية خفيفة جدا غير مؤثرة تماما مش هتأثر على مستوى الرئيس الأفقية على الطرق حتى طرق الزراعية وطرق اللي بتكون قريبة من المسطحات المائية وبالتالي هتكون إن وجدت هتكون شبورة مائية إن شاء الله مش هتكون مؤثرة تماما إحنا بس حابين نأكد على أننا لازلت درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية حتى وإن كان فيه تحسن زي محضرتك أشارتي مقارنة بدرجات حرارة كانت حوالي 43 درجة زروة المودة على نهاية الأسبوع الماضي بداية الأسبوع ده لكن لا تزال الأجواء شديدة الحرارة خلال فترات الظهيرة على أغلب مناطق الجمهورية مع عدد السواحل الشمالية فبالتأكيد نخلي بالنا كويس تجنب التعرض المباشر لفترات طويلة لأشعة الشمس واللي بيضطر للتعرض خلال فترات الظهيرة وهي بتكون تقريبا من الساعة واحدة الظهر للساعة أربعة العطر ده منصحه بالتأكيد بارتداء الغطاء للرأس يقيم أشعة الشمس نكلم عن كاب أو شمسية شرب كميات كبيرة من المياه والسويل كمان لازلنا بنؤكد على عدم ترك أي مواد قبل الاشتعال داخل السيارات أثناء ركنها تحت أشعة الشمس لأن بالتأكيد السيارات عبارة عن جسم معدني بيظل يكتسب طاقة حرارية وبالتالي لو كانت درجة الحرارة خارج السيارة تحدود 37 أو 38 درجة داخل العربيات أو داخل السيارات هتتجاوز الـ 45 وردين وبالتالي تصل لـ 50 درجة مئوية نتيجة استمرار اكتسابها للطاقة الحرارية أخيرا طبعا بنأكد على المتابعة اليومية للنشارات الجوية لأن والد تعرضنا من حين لآخر لبعض الارتفاعات الكبيرة وضرجات الحرارة فلازم نبقى عاملين حسابنا واخذين احتياطات طبعا بنشكر حضرتك جزيل الشكر دكتور محمود القياتي عضو المركز الألامي بهيئة الأرصاد الجوية على كل هذه الإضاحات أما دلوقتي مشاهدين خليا نتابع مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة النهاردة هنبدأ من القاهرة ودرجة الحرارة العظمى في القاهرة تكون 37 درجة مئوية أما الصغرى هتسجل 24 درجة مئوية أما العاصمة الإدارية درجة الحرارة العظمى 36 درجة الصغرى 23 درجة الإسكندرية درجة الحرارة العظمى 31 درجة الصغرى 23 درجة العالمين الجديدة العظمى 29 درجة والصغرى 22 درجة مطروح درجة الحرارة العظمى هتسجل 28 درجة والصغرى هتسجل 22 درجة بالنسبة لدميات درجة الحرارة العظمى هتكون 30 درجة والصغرى 23 درجة فورسعيد درجة الحرارة العظمى 31 درجة والصغرى 24 درجة الإسماعيلية 37 23 لست مكملين مع حضراتكم في محافظات مصر طبعا درجات الحرارة سويس هتسجل 37 درجة والصغرى 24 درجة العريش 32 درجة والصغرى 22 درجة سانت كاترين العظمى 34 درجة والصغرى 16 درجة أما طابة درجة الحرارة العظمى 37 درجة والصغرى 26 درجة حلايب درجة الحرارة العظمى هتسجل 36 درجة والصغرى هتسجل 29 درجة شلاتين درجة الحرارة العظمى 41 درجة والصغرى 28 درجة شرم الشيخ درجة الحرارة العظمى 41 درجة والصغرى 30 درجة أما الغرداء فى درجة الحرارة العظمى 40 درجة والصغرى 30 درجة الفيون كمان درجة الحرارة العظمى هتكون 37 درجة صغرى 24 درجة باني سويف 38 25 الوادي الجديد 41 29 السيوت درجة الحرارة العظمى 39 درجة والصغرى 26 درجة سهاج درجة الحرارة العظمى 40 درجة والصغرى 28 وعشرين درجة وإن أربعة واربعين تلاتين أما الأقصر درجة الحرارة العظمى هتسجل أربعة واربعين درجة الصغرى تلاتين درجة وأسوان درجة الحرارة العظمى خمسة واربعين درجة والصغرى واحد وثلاتين درجة ده كان بيان بحالة التقس النهاردة في معظم محافظات جمهورية مصر العربية